ورجعنا مشاهدين مرة تانية لسا مكملين مع بعض وفقراتنا في نهارك سعيد وشهدت بالأمس مصر أول تجربة انتخابية حرة ونزيهة وكمان كان فيه إقبال شديد جدا وكثير جدا من كل فئات المجتمع المصري المسموح لهم طبعا هما ينتخبوا في أول يوم الانتخابات لألفين واثنشر في محافظات المرحلة الأولى واليوم هو اليوم الثاني للتصويت هنتكلم طبعا عن رصد الأهم أخبار التصويت والي حصل الانبارح ورصد الأهم الأحداث الانتخابية لألفين واثنشر يكون معنا نهاردة الأستاذ هاني صلاح ومدير تحرير موقع اليوم السابع الإلكتروني صباح الخير يا فاند أهلا بيك طبعا في البداية هايزين نتكلم مع حضرتك عن أهم أو التخطية اللي حصلت لانتخابات الانبارح وأهم الأحداث اللي حصلت الانبارح في الانتخابات والله إحنا لو قلنا يعني لو تكلمنا عن مشهد الانبارح لابد أن احنا نقول المشهد الرئيسي أن الكل في مصر تيقن أن هذا الشعب شعب عظيم لديه من الخبرة السياسية والقدرة والوعي ما يؤكد للعالم أن الشعب المصري قادم بخطوات جدة نحو المستقبل ودليل على ذلك هو المشاركة والإيجابية القوية التي كانت في التسع محافظات بتاع المرحلة الأولى لم نجد محافظة من المحافظات خللت اللجان من أمامها لدرجة أن اللجنة العليا والمجلس العسكري اضطر أن يمد الانتخابات من الساعة 5 من مدة التسويت من 5 إلى الساعة 9 مساء ده يؤكد أن من قال أن هناك حزب الكنبة ومن قال أن هناك الأغلبية الصميطة ومن قال ومن قال النهاردة الشعب المصري يؤد على كل هذه الإفهات السياسية بأن الشعب المصري يقظ صاحي جدا فاهم كويس جدا هو عاوز متجه بقوة نحوي النهاردة المشاركة أنا أرى أن المشاركة ستفوق المشاركة في الاستفتاء الماضي بالطبع هناك قوة سياسية لعبت وتحرقت بسرعة وبقوة من أجل إخراج الشعب لكن الأفضل من ذلك وما استشعرها أنه المحرك الأقوى كان شعور المصري أنه لابد أن نتخلص من مرحلة انتقالية ونتجه بقوة نحو مرحلة الاستقرار لأن الكل يعلم أن المفتاح والحل السحري لهذه المرحلة الخروج من النفق المظلم الذي نحن شايفينه في هذه المرحلة هو الانتخابات وتمسيل الشعب بشكل وطني يأتي من يأتي هذا لا يهم أي حد لكن المهم أن نخرج منعونق الزجاجة حتى تستقر الأوضاح في مصر في المرحلة القادمة ده رقم واحد رقم اثنين لو نظرنا على المشهد سنجد أن هناك منافسة شارسة تصدر فيها مجموعة من القوى السياسية على رأسها القوى الإسلامية متمسلة في الحرية والعدالة والنور السلفي والجماعة الإسلامية بتنافس بقوة على الأصوات والتواجد أمام اللجان الانتخابية وحماية وتأمين ومساعدة الجيش كان الأقوى والأبرز عشان نبقى واضحين بدون تحيوزات كان ثلاث كتل الكتلة اليمينية أو الكتلة الإسلامية ثم تليها الكتلة الليبرانية ثم وجدنا الكتلة اليسارية وبعض شباب الصورة اسمحي أن أنا قلت الترتيبات دي لأن دي الترتيبات اللي قتت يعني من خلال الرصد من خلال كل المحافظات وجدنا أن يعني زي ما أنت عارفة أن نحن بنعمل استطلاعات رأيه وننظر من خلال تقطيع الحصد للأحداث والنساء عمرتي من خلال تقطيع الانتخابات وسؤال الناس وجدنا أن كثير من الأصوات توجهت إلى الحرية والعدالة قائمة الحرية والعدالة سواء في القائمة أو في الفرد ثم تلى ذلك النور السلفي وتلى ذلك الكتلة المصرية ومما فيها حزب المصري الأحرار ثم جاءت الكتلة اليسارية وتنصيقات الصورة طبعا أنا أتمنى أن يكون هناك تواجد قوي لتنصيقات الصورة والصورة وحزب العدل وغيرهم من شباب الصورة أنا أتمنى أن يكون هناك عدد كبير لكن أنا ما استشعرت كصحفي وكإعلامي أمارث هذه المهنة منذ عشرين عام أن هناك رغبة في المصريين نحو اختيار شخصيات سياسية قوية مستقرة سياسيا لديها الخبرة وتكون قوية وتستطيع أن تفرد إرادتها في المرحلة القادمة ممكن البعض ينظر إلى الشباب الصورة أن لديهم ممكن السيناريو الحدريك بتقوله ده كان مختلف شوية عند بعض من الناس أنه الثوار كانوا ممكن ياخدوا مكانة أكبر من كده بالطبع أنا برضو أرى أن إحنا بنتكلم في المرحلة الأولى لسه إرهاصات المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة لنستطيع أن نجزم بأن دي ستكون الوتيرة الانتخابات النهاردة علمتنا حاجة مهمة جدا أن الشعب خرج فماذا يريد الإرادة له والنتيجة في الصندوق ولن تكون هناك جزم بأي نتائج إلا بعد النتائج أنا برضو عاوز أقول حاجة أنا رأيتها النهاردة بشكل واضح في اللجانة الانتخابية وهي أن لم يستطيع أحد أن يحاول أن يلعب في الصندوق الانتخابي داخل اللجانة لم يستطيع أحد أن يلعب داخل الصندوق أنا أرى أن الجيش نجح بجدارة ولابد أن أنا كإعلامي ممكن أن أكون مختلف مع اتجاهات القوى العسكرية ممكن أن أكون مختلف مع بعض المواقف للمجلس العسكري لا خلينا نعرف هم الوضع بتاعكم عمل إزاي نعم لكن اليوم نستطيع أن نرفع لهم القبعة ونشكرهم أنهم أدوا الدور الواجب عليهم ما حصلش أي أحداث مطلقة ما حصلش أي أحداث غير مرضية بالطبع الانتخابات معروفة حتى في عهد النظام البائد اللي كان فيها تزوير وطرقا بما فيها قتل لكن بالفضل الله النهاردة لم يجد حالة واحدة قتل الحمد لله لم يحدث حتى هذه اللحظة إحنا طبعا لم تثبت وزارة الصحة وغيرها من الهيئات الرسمية أي حالة قتل لكن فيه إصابة 25 شخص زي ما أعلنت وزارة الصحة ده كان سبب وإيه؟ كانت قليلة للغاية ما كانش فيه نوع من الاشتباك نحن نقدر نقول أنه اشتباك قوي المشهد كان أخطر ما فيه هو الاتهامات بين القوى السياسية الاتهامات بين القوى السياسية ده حصل فينا في أي لجان؟ كل الدوائر اليوم كل الأحزاب اتهم بعضها البعض نهاردة كانت صاحب المصيب الأكبر في الاتهامات كان الحرية والعدالة عشان طبعا هو راح وقاله أنه هو سيطر على اللجان أنه وزع اللحوم ووزع الهبات العينية يعني بالفعل كان فيه هدايا وكان فيه بعض المشروبات بالفعل إحنا جلنا صور عشان نكون صادقين جلنا صور توزيع هدايا وتوزيع بعض المنتجات على الناخبين المنتجات يعني مش مجانية لكن بأسعار مخفضة ودي كان سببها إيه بقى؟ أنا أرى أنه هو لهم الحق أنه هما يعني أنا وجهت لو سألتين على وجهة ناظر الشخصية لأن الحرية والكتلة الليبرالية والكتلة المصرية عملت نفس الكلام بدأت توزع هدايا الوفد النهاردة بدأت ينزل منتج من نزل هدايا ليه؟ أنا أستطيع أن أقول أن دي رشوة انتخابية مقنعة لكن إذا كان ديافة يعني مثلا؟ آه يعني هو لأ هو النهاردة عمل في كل الأحياء يعني مثلا عملوا في كل الأحياء ما يسمى بيئة المجمعات الاستهلاكية تعالى النهاردة أنا منزل النهاردة في المجمعات بعيد خالص عن الليجانة الانتخابية بدأ يعمل حاجة اسمه مجمعات الاستهلاكية مثلا بتلت تربع الثمن فالناس بدأت تروح تشتريه ويحط شعار الحزب بتاعه رمزه صورة المرشح بتاعه على هذه الأمور هو ده دي مخالفات مخالفات لكن أنا استطيع أن نقول أنها مخالفات قانونية بمعنى أنها مخالفات قانونية أو مخالفات مؤسرة أو أصارت على حد أو تقضح في نتائج الانتخابية أيوة هي من اللياقة والشرف الانتخابي لابد أن نتجنب مثل هذه الأفعال قلنا واضحين لكن كل واحد بي اكتهد اكتهدوا بهذه الصورة اكتهد الوفد وبدأ ينزل بعض الهدايا للناس الكتل الربرياء أنا كنت أتمنى أنا كنت أتمنى أن يقف حد الدعاية عند أمس أو حسب موقيت الانتخابات أو الأمس انتخابات القواعد الانتخابات السياسية زي ما قالوا أننا بنقف عند المرحلة الدعاية دي ونبتدي نقف قدام اللي كان نأمنها فقط لأن المصريين برضو أسجيع وكانت في جميع يعني أنا اسمح لي أن أنقل طرفة من الفيسبوك والتويتر جميل جدا واحد قال لك ثم تنزلوا خذوا السكر بتاع الحرية والعدالة وخذوا دعوات وبركات النور السلفي وأيضا خذوا الخطوط موبينيل ثم حكموا ضمائركم خذوا الهدية كلها وخشوا حكموا ضمائركم خلفها بعدش هيدرب حد على قديم لكن في اتهامات آه في اتهامات كل حزب بيتهم الحزب الآخر بأنه هو حاول يلعب لكن لم يصدر حتى الآن من حزب أنه في واحد دخل تظهر جوه هل فيه مثلا حصلت مشاكل أنه كان فيه أكيد من وقبات بينتخبه النهاردة هل حصلت مثلا مشاكل في أنه هو مثلا كان عايز يشوف وجه الشخصية اللي بتنتخب ولا لا ألا أنه أكيد ممكن يحصل يعني من شروط الأمان يعني من شروط الأمن والأمان لا من حق القضي أن يرى وجه الإنسان اللي يخش ينتخب ما حصلش أي مشاكل لا هذا كانت فيه استجابة حتى من الاتجاه السلفي أنا رأيت أنه هما كانوا بيقولوا هاتولنا سيدات تشوفوا الشنة فكان ده سهل وما حدث يعني إحنا حتى الآن لم نرصد حالة بهذه الصورة أنه فيه اختلاف حوالين كذا أو اشتباكات حوالين كذا لكن للأسف الشديد خليني أقول أنه ظهرت بعض الشعارات الطائفية في مناطق شبرى وده كان يعني أنا شافه أنه كان مرفوض من حيث المبدأ أن يظهر شعارات طائفية سواء بقى مسيحية أو إسلامية سواء بقى ليقولك يلا ننصر الصليب وليقولك يلا ننصر الهلال هذا الكلام مرفوض اللعبة وقواعد اللعبة لعبة سياسية من المفترض أن تكون كل أرضياتها أرضية سياسية لسنا في حاجة أبدا إلى نعرات طائفية أو ادخلنا في نفق الطائفية الدينية خالص النهاردة ده اكتهات سياسي أنا لو انتخبت الكتلة الليبرالية أو انتخبت الكتلة الإسلامية مش ده اللي يدخلني الجنة وده اللي يدخلني النار هذا مرفوض هذا مرفوض هذا اكتهات سياسي أنا شايف أن القيمة دي أنا مقتنع ببرنامجها ما تقوليش أنك تلا هتدخلني الجنة والتاني هتدخلني النار أكيد لا أنا مش عايزين خلص هذه الشعارات أبدا في الانتخاب لكن بالفعل في دائرة شبرى وجدنا هذا الأمر وجدنا أن هناك أصوات عارت بقيمة يعني ما لك إلى المسيحية في بعض الأحيات ثم وجدنا جانب الإسلامي برض عليها بشكل فيه شدة فلكن هل حضر اشتباكات لم يحرس اشتباكات لكن ده أدى إلى ولكن يعني هل كان متوقع طبعا أنا عايزة رفع هو كان متوقع قبالة شديد جدا من جميع فئات المجتمع أنه هم النهاردة يكونوا موجودين في الانتخابات وهل كان منها المتوقع برضو أن ما تحصلش مشاكل عميقة أو أحداث شغب كبيرة في الدوائر لا ننكر أن كلنا كنا مسكين كنا كمصريين مسكين قلبنا بقدين على هذه الانتخابات خوفا من أن يحدث اشتباكات لأن أول مبارح بالليل الداخلية كانت مطلعة بيان أن عرفت أن بعض التنظيمات السياسية هتستخدم العنف لمنع الله والنهاردة بصراحة شباب التحرير نظر بلوهم تعظيم سلام مشكورين جدا من أراد المقاطعة قعد مكان ومن أراد المشاركة زي ما حصل في مجموعة المعاد حزنا على شهدائهم شهدائنا وشهدائهم وشهدائهم مصر كلهم طلعوا وراحوا صوتوا بشيرتاج سودا كم منظر جميل كم منظر ديمقراطي كم منظر يقول أن مصر في التحرير ومصر في الجانب الانتخابية ومصر العظيمة تستطيع أن تعطي نموذجها بكل أطيار حالك شايف أن تجربة انتخابات 2012 هي تجربة ديمقراطية كاملة حتى هذه اللحظة أرى أنها اقتربت من النموذج اللي يرضي الناس لكن اسمحي لي أن أؤكد على نقطة هامة هناك سلبيات نحتاج أن نتخلص منها في المرحلة الثانية وفي هذا اليوم أولا أن ندخل في الطائفية رقم اتنين نحاول أن نبتعد عن الدعاية التي تقعنا في شبهة ما يسمى الرشوة الانتخابية أيضا الخلافات والاتهامات أنا نفسي أتمنى أن القوى السياسية تصل إلى مرحلة النطق ونلعب سياسة وفقط نبقى ناس لنا في العمل السياسي فقط خلينا بقى وبرضو لابد أن احنا نرضى ونرضخ رضوخ كامل لإرادة الشعب أينما كان الشعب فنحن نولي وجهتنا نحوه ما ينفحش أبدا نتيجة الصندوق تبقى بكرة كذا وخلفه نتيجة الصندوق تفرض نفسها على الجميع طب أستاذ هاني توقعاتك إيه للتصويت إن شاء الله في اليوم التاني أنا أرى أن التصويت سيستمر على هذه الوطيرة اليوم إن شاء الله وآخر اليوم نتقابل ونقول أن مصر نجحت في المرحلة الأولى بامتياز في تعدي مرحلة هذه الانتخابات لن يستطيع شخص أن يتلاعب بالنتائج لن يستطيع شخص أن يمد يدو على الصندوق أو يزور لن يستطيع شخص أن يعطل إرادة الشعب أرى أن كل القوى سيساسة تكون ممثلة إن شاء الله في هذا البرلمان ممكن أن يكون الأغلبية لبعض الإسلاميين كما كنا نتوقع كلنا كنا نتوقع ذلك لكن لابد أن الكل في النهاية ينصير في بوطقة مجل الشعب من أجل مصلحة مصر من أجل مصلحة مصر وبهذه الكلمة لازم أختم الفقرة لأنه بجد كلمة يعني ختموها ميسك زي ما بيقولوا كل حاجة حتى في الأيام اللي جاية على طول دي في كل الدوائر سواء كانت محافظات أو حتى داخل القاهرة نتمنى ده وأنا بشكرك جدا أستاذ هني على توقعاتك وعلى الأخبار اللي جبتها لنهاردة شكرا وبكية تكون خلصت فقرتنا عن انتخابات 2011 نشوفكم بعد الفاصل ولسم كاملين معاكم في نهارك سعيد